هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا التطعيم قد تجاوز 141 ألفا وذلك حتى مساء يوم أبس الأحد إقبال متزايد تشهده الحملة الوطنية للتطعيم من قبل المواطنين والمقيمين وتفاعل إيجابي مستمر في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا يأتي هذا فيما جددت وزارة الصحة الدعوة إلى التسجيل وأخذ اللقاح ومواصلة الالتزام باتباع الإرشادات والإجراءات الكفيلة لمنع انتشار كوفيد 19 هذا وتواصل وزارة الصحة تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا عبر الوحدات المتنقلة للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يصعب عليهم التنقل وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والحد من انتشار فيروس كورونا وتعد هذه المبادرة التي دشنتها وزارة الصحة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث توفر خدمة شاملة للتطعيم من خلال طاقم طبي يقوم بزيارة المسن وإعطائه التطعيم في منزله وفي موازات ذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا بما يحافظ على الصحة العامة وعلى جهود ونجاحات مملكة البحرين في التصدي لهذه الجائحة العالمية